زيارة هي الأولى له منذ ترأسه الحكومة التونسية يتوجه يوسف الشاهد إلى واشنطن للقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الزيارة تحمل وفق المراقبين عنوين في مقدمتها مناقشة سبول الدعم الاقتصادي لتونس إضافة إلى ملف الحرب على الإرهاب سيتم تناول فيها الوضع في المنقع لخلصية مكافحة الإرهاب وخاصة الوضع الإقليمي في علاقة بليبيا أيضاً في علاقة بمكافحة الإرهاب في منطقة السحر العربية والتطورات الأخيرة في مالي هذا إلى جانب أن الملف الاقتصادي سيكون حاضراً في هذه الزيارة ويظهر ذلك من خلال اللقاءات التي سننظمها رئيس حكومة مع ممثلين عن الهيئات الدولية المالية خاصة صندوق النقد الدولي وأيضاً البنك الدولي فضلاً عن العنوين الاقتصادية للزيارة يقدر بعض المحللين أن الملفات السياسية المتعلقة بالوضع في شمال إفريقيا إلى جانب التحديات الأمنية والعسكرية في المنطقة ستكون الملف رئيسي على طاولة الحوار بين الجانبين في وصف الشهد ورقة بيضة سياسياً يتنقل رغم الأمريكان يعرفوه بحكم مسيرته والمهنية التي يشتغل معهم لكن يتنقل بفريق معزز بشي يشوف يعني التطورات الجديدة وإحنا شفنا بسعود ترامب للحكم تغيرت الموازين وتغيرت توجهات الأمريكية المفروض دولة كيمة تونس اللي منذ زمن بعيد يعني ملتسخة بالأمريكان في إطار ما سمي أنا ذاك بالعالم الحر يعني سياسة المعسكرات بشي تلقى توجهات السياسة الأمريكية حتى تكون سياستنا إلى حد مرضي منسجمة مع السياسة الأمريكية في الإقليم زيارة رئيس الحكومة التونسي تأتي بعد أياماً من قرار الإدارة الأمريكية تخفيذ الدعم العسكري والاقتصادي المخصص لتونس في موازنة سنة 2018 بنسبة 82% مقارنة بموازنة العام الماضي وتأتي أيضاً بعد أسبوعاً من زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي الذي أكد على التعاون بين الطرفين في عدد من المجالة لا سيماً الأمن والدفاع خلال السنوات الأخيرة بما مكن تونس من تحقيق نجاحات وتقدم هام في محاربة الإرهاب ومراقبة الحدود الوضع الأمني والعسكري في المنطقة وملف الحرب على الإرهاب إلى جانب المساعدات الاقتصادية إلى تونس أهم عنوين زيارة يوسف الشاهد إلى واشنطن وفق تقدير المراقبين في انتظار ما سيرشح عن الزيارة من مخرجات حقيقية من العاصمة التونسية طفيق العيشي الحرة